أهلا أحبائنا ماذا يواجه العابر إلى المسيح يصرني أن مش عاوز أقول أستضيف لأنه هي صاحبة محل الأخت رشا نور الأخت رشا هي كمان عابرة من خلفية إسلامية عبرت إلى المسيح وأيضا عندها خدمة مباركة وتعتبر أم للكثيرين في الخدمة والمساندة والمساعدة لأحبائنا اللي بيحتاجوا دايما إلى عناية خاصة أهلا وسهلا أخت رشا أهلا بيك أخ نزال إحنا كتير فرحانين بعد غياب على فكرة مش طويل ولكن بنحب نشوفك دايما نشكر الرب في وقته ربي بيكمل أخت رشا يعني أنا قلت العنوان كأخت عابرة لما بتسمع العنوان إيه أول فكرة أنا عاوز أعرف يعني اللي بمخك أنت حاليا إيه أول فكرة بتخطر في مخك في هاي اللحظة لما بتسمعي موضوع الحلقة التحديات اللي بيواجهها العابر بيواجهها مع أول مرة بيدخل فيها الكنيسة الكنيسة لكن مش الإيمان بالنسبة للتحديات اللي بيواجهها بعد ما بيعبر بيواجهها في الكنيسة وبيواجهها في البيت يعني بيبقى حياة العابر فيها اتجاعين فيهم تحديات الناس اللي هم مش معاه في نفس الإيمان اللي هو زي عيلته وزي أصدقائه وزي بلده لو كان هو عبر في بلد الأم حيلاقي إن كم التحديات اللي بيواجهها لهو عبر في بلد شرق أوسطية مثلا هتلاقي طبعا ده ضد الإيمان الإسلامي فبيتواجه بأنه هو بيتحل دمه مثلا وبيبقى عرضة أنه هو يكون يتقتل في أي لحظة ده غير أنه هم أهله في بعض الأحيان هم اللي بيبلغوا عنه أو أصحابه أو جرانه ودي تحديات خارجية أنا بسميها دي التحديات الخارجية لأنه دي خارج إطار المسيحي لأنه هو بينتقل من الإسلام إلى المسيحية فهو عما بينتقل إلى المسيح وبيبقى له علاقة بالمسيح المفروض أن المكان ده هو مكان بيسموه السيف زون اللي هو مكان الراحة الأمان لكن للأسف أنه هو بيواجه تحديات في مكان الأمان يعني ما بتبقاش التحديات الخارجية اللي هي جياله من الناس اللي هو لا يوافقه الإيمان لكن بكمان من جوة الكنيسة ومن جوة جماعة المؤمنين للأسف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر